هنا عندي مسألة فغاية الأهمية وأنا آسف للإخواننا اللي شغلين في هذا الموضوع جمعيات كثر وبعض المشايخ بارك الله فيهم بيتبنية وحسننية يروجون لذبح العقيقة والأضحية خارج بلدنا خارج مصر هل هذا صحيح؟ هل يجوز نقل الصدقة والذبائح والزكوات خارج بلد بالأساس فيها فقراء ومساكين لم يشبعوا بعد ولم يكفوا بعد الإجابة لأ لأ تنقل الصدقات اللهم نعم وربما حتى الزكاة لما تكون هناك كوارث في خارج بلدنا زي ما الناس كده والأظهر نفسه فتح باب التبرع لغزة في غير هذه الكوارث تظل المسألة أيها الإخوة الأقربون أولى بالمعروف فلا تنقل الصدقات ولا الزكوات ولا الذبائح ولا الدماء لا تنقل خارج الكتر اشتغلوا يا إخوانا هنا في بلدكم اغنوا وكفوا إخوانكم وأهليكم أنا بقولها وأجل على الله سبحانه وتعالى وله يزعل يزعل هذه الجمعيات التي استغلت بعض المشايخة لهم سمعة طيبة وراح يروجون للعقيقة والأضحية وحتى الهبات والصدقات والفدة في خارج مصر أعتقد أنهم على خطأ ارجعوا بارك الله فيكم ما اسمعوا هذه النصيحة تقول لك أصل هناك الخروف بـ 1800 جنيه إنما هنا بـ 12000 جنيه مولانا فأنا مش أقدر فهعمل هناك وأنت أصلا مطلوب إنك لازم تعمل يا سيدي بالـ 1800 دول ما أنتش قادر تعمل خروف هد بيهم لحمة ولا فراخ ولا خلافه وإطعم حولك اغنوا الناس حواليكم أنتم شايفين الواقع الناس في حاجة إلى العطاء في حاجة إلى المساعدات فساعدوا وكفوا بلدكم وإخوانكم في بلدكم فإذا اكتفينا وأصبحنا بلدي الحمد لله لا نجد فيها فقيرا ساعتها أنا معاكم وهنا أخذ زكواتنا حتى مش الصدقات والهبات وأنت الله أبره ما عندنا مش مشكلة لكن أروح أعمل عقيقة هناك مع إن الأساس إن أفرح بيتي وأوسع على بيتي وأوسع على جراني وأقرب الصلاة بينه وبين إخواتي وأطعم فقراء في المكان أقول لا أعمل عقيقة هناك مين اللي قال؟ وأعمل أطحي هناك مين اللي قال؟ إنما الذي يحركنا لهذا الأسف فقط هو كلة التكاليف وهل يستوي؟ فأرجو أن نراجع أنفسنا في هذه المسألة ما عندي مشكلة أنه تأخذين تصريح ولا خلاف ومن دي قضيتي أنا أتكلم في الشرع لا أتكلم في التنظيم ولا أتكلم في القانون أتكلم في الشرع اكفوا إخوانكم في بلادكم أغنوهم فإذا اغتنوا دورنا على غيرهم ما عندناش مشكلة هنروح بأفريقيا ولا نروح أي حدة فالأطحية تكون هنا في بلدنا اللي يقدر على الأخير بارك ما أتجم مع ديرش خلاص هاتوا لحمة وزعوها لله مش يتسمى أطحية لكن صدقة صدقة عظيمة هو أنا كنت بضحي مثلا كل سنة بأعمل عجل مثلا واللي بأعمل خروف وبتصدق منه ما أمنش قادر السنة دي أهل دا يمنع نجيب خمس ستة كيلو لحبة وأتصدق بيهم يا سيدي اخترت أربع فرخات وأصدق بيهم أبأعملت حاجة أبأعلى أللي اللي حواليه أكلوا في هذا اليوم وطعموا في هذا اليوم أدعم الله سبحانه وتعوفيك والسلام اللهم أمين